هنشوف كابتنا عيمن أول حالة معنا ونشوفه نحلل كده بهدوء عشان بس نوصل للجماهير والمشاهدين هل هناك في مخالف ولا هارجع تاني ستوب 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 كابتنا عادل المسافة ما بين الحكم والكورة هنا الكرة در حباس دخل الصندوق تاريبنا اديه ثلاثين ياردو ثلاثين أكثر من ثلاثين عادل بعد ما وصلت حوالي أربعين ياردو ثلاثين يعني احنا متفقين يا كابتنا عادل هل من المعقول انك انت كحكم كابتنا عادل كابتنا علاء تاخد القرار وانت عندك المسافة دي كلها وتوصل للتفاصيل الصغيرة للحالة حالة صعبة اعتقد الجهاد اللي هي بعليه صعبة حنتروح للاعبة نشوف للاول هل هناك مخالف ولا تمام يلا نروح هنا جهاد جريشة مش موجود خالص بس هازمت حاجة جهاد مش موجود في اللقط يلا نروح لللاقط الطانية ونشوف توقفي عندنا في القانون حاجة واحدة كابتنا علاء نقول ايه هل المهاجم نجح في لعب الكورة الاول هل المدافع نجح في لعب الكورة الاول لأ هل المدافع نجح في لعب الكورة وبعدين حصل احتكاك أنا مش عاوز أتسوه الدنيا ولكن الأصل في الأمور إيه إن هنا في مخالفة هنا من المدافع نادي بيرمز أحمد سامي هنا لم يصل للكرة كرة هذه الكرة هنا وهنا الكرة في حوزة محمد شريف أنت بتعمل ريزك على نفسك بتلعب الكرة ما نجحش في لك الكرة وحصلت هنا المخالفة والعرقلة واضحة ما فيش فيها كلام كابتن علاءة كويسة كابتن فاتت على جهة الجرشة ما شفهاش وفادت على حامل الراية فين دور البار اللي بار بالضبط كابتن أنا قلت في البداية إن جهات جريشة من تمركزه وهو جاي من بعيد طبعا نقول دايما يا جهات أو أي حكم لو يكون عندك التوقع السريع كابتن أسامة فلما يكون داخل مهاجم ومدفع لو يمكن تعمل كونتالاتك السرعة الانفجارية عندك لو يمكن أن تتوصل وتقرب عشان تبحث عن الحالات اللي هي التفاصيل أقول لو جهات النهاردة وصل ودخل كان ممكن يحسب لك الجزاء كابتن أيم ولكن عندك العوامل المساعدة خلاص مفيش مشكلة نروح للفار طبعا طب أنا أسأل سؤال هنا يعني أنا 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 في حاجات بنختلف فيها كابتن أعلق وممكن 50-50 هذه حالة راكل الجزاء 100% 100% مية وخمسين مية في المية مفيش فيها 95-95 ما نبقل حددك هو يعني دي لو بتتحطي للحكام في امتحان فيديو تيست لو عندي ربين حاكم ربين حاكم حايدوا لعلامة بنالتي طبعا بنالتي مفيش في كلام سبب سبب هؤلاء الس